أنا عايز بس أوليك ولقطة قبل بنتكلم برضو فنياً لقطة حمزة المسلوسي النهاردة وقت احتفال شركابالا بالهدف واعتذار حمزة المسلوس وروني يا جماعة الصورتين عشان برضو أسمع رأي كابتن كريم زكري وخليفة فيها دي اللقطة رأي كفاية للاولياء كابتن كريم لا لقطة غريبة يعني يمكن احنا كمان كنا بنتكلم لا مش عادتنا ولا تقالدنا يعني الحد الوحيد هل تحصل في أوروبا بصراحة يعني؟ يعني مش كل حاجة تحصل في أوروبا هنقلق معاك بس عشان بس هو اعتذر الراجل تمام؟ بس عشان ابررها هو بيبوس الحزاء اللي سجل الهدف ما بيبوس رجلش كباق يعني بالمعنى هو بيبوس الحزاء برضو ممكن يكون برضو ايه يعني فرحان بموهيتش كباق لا الهدف في وقته في رضو ده فعال عشان مش مش لائع على تقالدنا ووعداتنا والبالنسبة اللقطة الاحتفال مع شيك اللقطة عفوية طبعا وانا والله من كتر الحماس والفرحة نسيت نسيتش عملت اه نسيتش عملت يعني بالتونس يعني عملت ايه يعني؟ لا طب الصح اعتذر جميل ومش عايزين الامر تاخد اكبر من حجم احنا من موضوع السوشال ميديا عندنا برضو ساعات بيكبر الموضوع او يسيب المحتوى المهم ازاي الشكبالجة بالهدف ازاي الزمالك قدر يرجع ازاي المسلوس بعد ما نزل اه بالضبط لكن انا انا عايز اكلم مع محمد في جزئية السوريو احنا طالما دخلنا في مقارنة ما بين وما بين فريرا لأ فريرا كان معا سكواد اقل من داب كتير فريرا ما كانش معا لا سواني بس كابتل كريم مين اللي زاد كان مع فريرا اقل داب العكس فريرا بدأ المسل مع امام عشور ومش همنه طرق حامد مش همن عند ابو جبل في المسلم اللي خاد بيتدول انا بتكلم على الفترة بتاعت فريرا دي رقم واحد لو في مقارنة لا انا شايف اللعيبة اللي موجودة سكواد كويس مش مش ضايع يعني اه كد هيفرق طبعا ولو دخل صفقة واثنين وثلاثة هتفرق كتير جدا مع الزمالك لكن السكواد المتاح الموجود للزمالك ده كويس جدا انا شايف النفريرا هنا هنا نقطة الاختلاف خلاك اقول لك تالي نقطة انا دايما لما بقيم المدارب ما بقيمش تسعين ديئة يعني محمد قال جملة هيلة لو دي يبقى خلاص كل حاجة هتتغير لكن انا بقيمه على كل حاجة مش التسعين ديئة بس على المؤتمر الصحفي على فترة الاعداد لو مسكنا فترة الاعداد من بدايتها الرجل عامل فترة اعداد متأخرة جدا ولما جيه يقررنها قررنها بالسيتي بعد كده سابه اصلا فترة اعداد وراح يدي محاضرات لأ انت بتمرن في نادي كبير نادي الزمالك عليك ضغطات كبيرة جدا فانت لو مش عايشها لأ لازم تعيشها تضرب امثلة بالسيتي وجورديولا احنا كل البعد عن السيتي وجورديولا دايما فكرة كل البعد ككورة مصرية عمتا يعني مش بالزمالك بس يعني واحنا تكلمنا لو اوروبا اصلا بتحاول تقلد جورديولا بتاع الموضوع بصعوبة فهي الفكرة كلها لأ انت لازم تتعايش مع الوضع الحالي لازم تتعايش مع القماشة انا شايف ان الاسكواد موجود كويس لكن طريقة اللعب او بدايات مباراية الزمالك كلها في التشكيل ما بتخدمش نادي الزمالك خالص